السلام عليكم يا أحفاد العربي بن مهيدي في كل أرجاء المعمرائينا ما كنتم وتحية كبيرة لكم ولا عزاقة ولا عزاقة لأحفاد وكالين الكاشير لما كنا نتكلموا منذ عامين الآن نتكلموا على الأوباش وعلى وعلى كرههم البلاد والجازير كان الناس تظن أننا نكره بلادنا نحوصوا على الفتنة لبلادنا وطبعا كان هذا الناس هم المستفيدين الكبار من هذا النظام الفاسد وما نسميه نظام نسميه السلطة الفاسدة السلطة الفاسدة التي كما يقولونها المشارقة أدخن شانب فيها يعني أرجل الرجالة في هذه السلطة الفاسدة يغير على الخاتم انتع بنته كيروح أكثر من غير توع البلاد أكثر من غير توع الجزائر كاملة هاتي السلطة الفاسدة أرجل الرجالة فيها ما يعرفش واشن هو الشعب الجزائري أرجل الرجالة في هات السلطة الفاسدة ما يعرفش أنه الجزائري اليوم كي ناضر أو ناضع له كرامته على حبه للجزائر ما ناضيش على الخبز وما ناضيش على الكاشير لأنه لو جات على الخبز والكاشيرة من 62 والشعب الجزائري يشتاق الكاشير والخبز مقاراة مش قادرة بلاده تعطيله أدخن أرجل الرجالة في السلطة هذه ما يقدرش يوقف الأضعف الضعافة في البلدان في البلدان اللي متسلطة على الجزائر كفرنسا وكل ولاية المتحدة الأمريكية في الوقت في الوقت اللي أفريقيا أفريقيا السوداء أفريقيا السوداء اللي تمشي بالسيافة اللي ما يعرفش شنية السيافة السيافة هو الفرنسا يعني فرنسا مزال تطبع لسبع بلدان أفريقية تطبع العملة انتحها في فرنسا وتسلك بالفايدة انتحها من فائدة الدين العامة الفرنسي هذه البلدان الأفريقية قاعدة محاوسة تخرج حاليا من سلطة فرنسا في حين احنا يا أرجل الرجالة أرجل الرجالة في فرنسا ساقطة كدولة حاليا رأي في السقوط الحر كدولة ما زال تتخوف أرجل الرجالة في السلطة وشبقة كعاد سلال المهرج وحداد وحداد اللي ما يعرفش يدير جملة مفيدة وعطاوها فلوس الجزائريين باش يلعب بها القمار يتآمروا على الجزائريين باش يتضربوا باش يتقتلوا الله أكبر الله أكبر نحن سلميين ونبقى سلميين يا سلال وحداد نحن كيف يبدوناها هذه التي قلنا خاوتنا الجدارمية وخاوتنا الشرطة وخاوتنا الجيش في كل مؤسسة نبلي في كل مؤسسة كائن الأوباش تصوروا مثلا في الشرطة هذه السلطة الفاسدة الشرطة كائن اللي يطلع القراض نتاعه بالفلوس بالرشوة فهما ناس ناجحين بالفساد فهو أو كوميسير أو أو قراضي بالرشوة مع الفاساد فهو فهو رح يكون كلب من كلا بالفساد لكن الأحرار في الجزائر في كل منطقة في كل مؤسسة والانقطاع اللي صاري لكم انتوما يا ناس الفاساد صاري لكم انقطاع مع عامة الشعب لأنكم ما تعرفوش كون هو الجزائري الحر ما تعرفوش ان الجزائري ناضع لجيل كارمته ما تعرفوش ان الجزائري اليوم ناضع لجيل حب الجزائر ما تعرفوش باللي الجزائري اليوم قال لكم ترحلوا يعني ترحلوا او ما تجيبون ناش اقديري تحطونا سيسي خر او ما تجيبون ناش عمامرة تقولونا او كان ضد النظام او ما تجيبون ناش بمبيتور تقولونا او كان ضد حداد كلكم نظام فاسد فاسق يجب ان يرحل ونقول لكم حاجة ارحلوا اليوم ارحلوا اليوم لان العهداء الخامسة اي لن تكون وما تكون شب ربي ان شاء الله ترحلوا اليوم ترحلوا اليوم وربما الشعب الجزائري ينسى ويجدرتو فيه اما يا سلال ويا حداد تسيح قطرة من بدم الجزائري والجزائريين من الشرق للغرب من الشمال للجنوب وحتى اللي في الغربة معاقدين العزم على انها تكون سلمية يعني لو تسيح قطرة دمتع الجزائريين لو تسقط قطرة دمتع الجزائري رايحين نحاربوكم ونجيبوكم من دياركم رايحين نجيبوكم من دياركم كاين كاين 3 أمور راح نتكلم عليها مهمة جدا مهمة جدا اولا الإعلام الجزائري احنا من عندناش إعلام يا جماعة لو كانوا أنتمكلت علينا إعلام فبرافو عليكم مقنعونا معنا إعلام احنا لا نملك إعلام يا جماعة نحنا لا نملك إعلام اinally عنكم من مؤسسة إعلامية مؤسسة إعلامية في الأول هي مؤسسة اقتصادية يعني تخضع لقانون العرض والطالب لكي تربح لازم يكون عندك عرض كبير طلب كبير لكي تتعرض منتوج والمنتوج هذاك يجيب طلب أكبر وبعد ذلك تجيب أنت ناتج منه وتجيب الفيدان تاعك الأصل أنه المؤسسات الإعلامية في الجزائر حاليا حلل وناقش كيفاش راه يعيشها أولا كيفاش يمشيوا مؤسسات الإعلامية في الجزائر كانوا يبتزون الناس على طريقة النهارك وكانوا مقربين من الناس النافيدين في الدولة في السلطة الفاسدة التي تعطيهم فلوس لكي يبيضون وجوههم ويبيضون كل الفسق الذي يفعلون فيه حتى الكوكايين هو الذي عادي حتى تهريب الكوكايين هو الذي عادي وكانوا الناس الذين عايشوا بالإشهارات تاع المؤسسات تاع لزوم ضافر تاع رجال أعمال البقارة اللي خلقتهم الدولة اللي ما يعرفوش حتى ما يعرفوش حتى يسيروا مؤسسة صغيرة لكن يعرفوا يمشيوا يعرفوا يمشيوا في وسط الفساد يعرفوا يرشيوا يعرفوا يترشاوا يعرفوا كيفاش يوصلوا لمناصب النفوذ كما حددوا وغيروا تصوروا أنه عندنا رجال أعمال رجال أعمال تسير في 3000 4000 مليار ما تعرفش تكتب أساميها بشوفوا في الوقت اللي أغنى أغنية العالم هما أصحاب أمازون وأصحاب جوجل وأصحاب فيسبوك يعني ديجيني يعني ديجيني خارجين من أكبر الجامعات بشوفوا برك أننا لا نخضع للقوانين العالمية اللي تمشي بها العالم حنا يا حنا رنا أرجو حنا فلوسنا يقمر بها إذن لا نملك إعلام فما تلوموا الإعلام إعلامنا الحقيقي وينواج معا هاو 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 إعلامنا الحقيقي يا جماعة هاو إعلامنا الحقيقي وإعلامنا الحقيقي هو لديان تعدمتع الشهداء اللي في عرقنا اللي تقول لنا على جيل كرام تقدير كل شيء ما تخافش هذا هو إعلامنا وفقط الأمر الثاني أول رسالة رح نوجهها المدير البنك المركزي الجزائري في هذه الأحوال في هذه الأحوال في سقوط الأنظمة الفاسدة يكثر الهرج والمرج ويكثر الهروب يعني راح تتحمل مسؤولية كمام الشعب الجزائري في كل تحويلات تخرج من البلاد من يوم 22 فبري 2019 ستحاسب عليها أنت والموظفين أنتعك ستحاسب عليها أي مس في فلوس الجزائريين وخاصة بالعملة الصعبة تخرج برا خارج القانون كما نحن عندنا الحق نخرجه غير 7000 يورو هم تاني عندهم الحق غير يخرجه 7000 يورو لو يخرج يورو زايد على 7000 يورو من أي من أي حساب بانقي تحمل مسؤوليتك قدام الشعب الجزائري لأنه السلطة الفاسيقة لأنه السلطة الفاسدة عن تاعك اللي حطتك ويضرك يعيطوك بالتليفونات حول 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 ستسقط ستسقط ولما تسقط انتهوة انتهوة اللي يتعلقون رجليك بالنسبة للفلقة فحاداري ثم حاداري من أموال الجزائريين تتقاس أو تهرب حاداري ثم حاداري الأمر الثاني بالنسبة لخاوتنا تعلق الجمارك وخاوتنا اللي حاكمين الحدود طبعا اللي طبعا يعسوا الجزائر من دخول تعل من دخول الجواسيس ومن خروج تاني مهربين الأموال مهربين الأموال تعلق الكاباب الأورو وكذا ستحاسبوا انتم تاني عائلات الفاسيدين عائلات المسؤولين الكبار تعرفونهم كلهم يعني اللي رايحين يمروا بفلوس كبار على فكرة الشيء ربما اللي ما تعتقدوه شربما هو ربما يجي من عند المغتربين أنكم قسمة بالله ما تسناو ما تقدروش تتصورو وش قادرين ينذيرو كيفاش الله راحين اللاحقوا المسؤولين هادو اللي راحين يهربوا بفلوس الشعب الجزائري ف ف ننصحكم أنكم توقفوا مع الشعب الجزائري اليوم خير من غدوة توليوا أكره المكروهين عند الشعب الجزائري لأنكم فردتوا في فلوسوا وخليتوا الناس المفسدة تخرج بدون محاسبة رسالتي الثالثة راح نوجهها القوضات لا حول ولا قوت إلا بالله ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء كنا نتمنى أنكم تتحركوا خرجت اليوم مكالمة هاتفية فيها تهديد واضح فيها تهديد واضح للشعب الجزائري وليسلامة الشعب الجزائري فيها بين سلال اللي ما عنده حتى منصب في الدولة حاليا يعني ما عندهش حصانة وبين واحد رجل أعمال ما يسمى رجل أعمال يتفهموا فيها على تهديد حياة الجزائريين إذا ما تحركتوا اليوم كقوضات حومات القانون الجزائري فالعار رح يلحقكم ويلحق أولادكم ويلحق أولاد أولادكم وزيد بعد كل هذا رحين تقابلوا قاضي السماء غدوة رحين تقابلوا قاضي السماء الآن كجزائري رح نوجه رسالة يمكن أنها تشارك في حل هذه الأزمة العهدة الخامسة خلاص خلاص الكلام عليها أي ما فيهاش كلام المطلب الآن حاليا هو ذهاب هذه السلطة الفاسدة كاملة ما نحب ونشوفه حتى وجهه عن بلكم من من حب رب العالمين الأرض الشهداء من حب رب العالمين الأرض الشهداء أنه أعطانا كل الأمثلة قبل ما يصر هذا الشيء نعم بلنا بالسيناريو المصري وكيفه جيبتوا السيسي وكيفه جيبوا الباردعي وكيفه تديروا سنجيبونا بمبيتور على باننا بالفيلم سنقولون أنها كم من تديروا شكلة ستصرها فوضى على باننا بالسيناريو كون تديرونا هكا على باننا منين سنخرجونا لا نريد ولا فرض من السلطة الفاسدة بالنسبة القيادات الجيش اللي خرجت تهدد في الشعب الجزائري التاريخ رح يشهد عليكم احنا نمنوا بحاجة والله ينمنوا بحاجة أنه كده كان راجل رح يخرج رح يخرج إذا يوجد رجال رح يخرجوا من عند حماة الوطن من عند حماة الحدادة ويقول لكم يا جهال يا أميين كيف يهدد الشعب الجزائري احنا نعرفوا أنه في القسم انتعكم لما تخلصوا التدريب انتعكم باش تخرجوا تحميوا المواطنين تحلفوا أنكم تحميوا الشعب تحميوا الدستور وتحميوا أرض الوطن ما يشي تحميوا الفاسدين والفاسقين رح نوجه رسالة حاليا لازمنا مرحلة انتقالية لازمنا مرحلة انتقالية أولا قبل الانتخابات قبل أي شيء يكونوا فيها شخصيات مستحيلة يتعاركوا عليها هذو الجزائريين إذا أنا رح نوجه نيداء نتمنى منكم أنكم تبرتجيوا إذا أعجبكم إذا ما أعجبكم دزول هي ما نواصي على حتى جزائري أنا أحاول أنه بلادي بلادي تخرج من الإزمة بلا ما يسيح قطرة دم وكما مدوا جدودنا درس أروع ثورة في العصر الحديث نخليه ونحن تاني أروع إسقاط لسلطة فاسدة في التاريخ ورشح شخصيتين يعطى لهم مقاليد حكم البلاد يعطى لهم مقاليد تنظيم انتخابات شفافة وهما اللي يستكلفوا بالأمر هذا هما اللي عينوا القوضات اللي يتراقب هما اللي عينوا المجلس الدستوري هما اللي عينوا كل شيء وهم المجاهدة الكبيرة جاميلة بوحيرض ورجل الدولة والعسكري السابق يليمين زروال هذي الاثنين الجزائر تناديكم اليوم ومنظنش ان نزوج جزائريين ما يأكلوش الكاشير طبعا رايحين يتعاركوا والله يقولوا كل ما ضد هذي الشخصيتين نحق نسحقه هذي الشخصيتين يكونوا هما في الصفوف الأولى باش تخرج البلاد من الأزمة تحها باسطة اخطينا وبعد ذلك الانتخابات والصندوق نحوصوا على ديمقراطية نحوصوا على دولة مؤسسات نحوصوا على دولة ما نحبش فيها ولدي يشوف ولد بلاده يأكلوا الحوت تابحر المتوسط خطر ما أكره منكم نذكر مرة من المرات أنه هناك وزير مالية عين في كندا وزير مالية غدوة الصباح طلعت كل أسهم البورصة الكندية في العالم لقوة الرجل الاقتصادية ونذكر جيدا يوم عين ويحيا كرئيس حكومة الغدوة في الجزائر طلعت كل أسهم سومة الحرقة الحرقة كانت تدير سبع ملايين ولا تدير خمسة وثلاثين مليون لا نحب ولدي يشوفك لا نحب ولدي يسمع بيك لا نحب ولدي لا نحب ولادنا الجزائريين يشوفوا الخلق نتاعكم أخطونا إذا عندما يبلي الجزائر عندكم لا تساويش خاتم تاع بنتك لكن إذا كانت عندك درّة درّة خوف على هذه البلاد اخرجوا خير ما انتم حاكموا وتكبر المطال بنتنا وما نحبسوش عليكم الحاجة بركة اللي لازم تتأكدوا منها سلطة فاسدة أو باش الجزائري لما خرج في 22 فيفري في الجزائر وفي 24 فيفري خارج الجزائر ورح يخرج في 1 مارس في الجزائر ويخرج في 3 مارس خارج الجزائر خرج بشي يسترد بلاده خرج بشي يسترد العزة والكرامة نتاعه العزة والكرامة لما تعرفوهاش انتوما لانكم ما تعرفو الشعب الجزائري وما تعرفو دم الشهادة اللي خلوها في عروق الجزائريين السلام عليكم تحية لكل الأحرار والحرات اللي جابوا الأحرار والجزائر حرة سترحلوا سترحلوا